لم تعد مهمة صيد الاسماك مجرد مصدر دخل او مهارة هنا على شط العرب يحاول طارق زيادة الصياد العراقي ان يجمع غرامة 3000 دولار لانقاذ اخيه من احد سجون ايران والمخالف فقط لانهم تجاوزوا الحد المسموح لهم بالصيد وما اكو ناس تجي تسأل علينا مش نهاي الشغلة ابد انا قبل 300 يوم اخوي هما اخذ الدور اليراني وقرامة 30 ورقة رحلات صيد العراقيين باتت تقتصر على مناطق محدودة في ظل المراقبة المشددة من قبل الدول المجاورة للعراق اضافة الى ارتفاع اسعار الوقود في السنوات الاخيرة مضايقة للصيادين تخطط حدود العقوبات والسجن الى تأثير على انتاجية الاسماك المصدر الاساسي لقوت الملايين في بلاد الرافدين اشتركوا في القناة